هذا من أسباب تراكم التلج ويتكاثر أكثر من كده بكتير بيقفل على المروحة هذا سبب تلف الحساس بتاع البرودة ونتعلم مع بعض كيف نفحصه ونعرف اذا كان سليم امتال هنا الحساس ده مسؤول على عملية تشغيل السخان علشان يدوب التلج ده لو في حالة ان التلجة بالفعل بيبقى زايد فيها بنقدر نفك الحساس اللي انا فكيته معايا ده انا هنا فكيت الحساس اللي موجود معنا اها وبدأنا نفحص الحساس علشان نغيره السلكين بتوعهم هنقدر نوصلهم تاني لما نغير الحساس الحساس ده كان فيه ان كان متسبت هنا بالشكل ده كان متسبت في المكان ده كده بالشكل ده ومالزوع عليه اللزقة اللي قدامنا دي تمام؟ لكن احنا فكناه كده علشان نغيره ونبدأ نشوف مشكلة التلج اللي على طول متراكم هنا وبيقفل وببوز التلجة مني حتتحل ام لا كده علشان نقدر نعمل فحص لي الحساس اذا كان سليم ام لا انا هنا لو جبت القفو على وضع البزر كده اهو وجيت اقيس هنا على الاطراف بتاعت الحساس كده مش هيديني اي قراءة ولا هيديني اي قفلة نهائيا هنقول دلوقتي ليه وازاي نقدر نختبره اذا كان سليم ام لا انا علشان اقدر اختبر الحساس واعرف انه شغال ام لا لازم اعرضه لدرجة برودة عالية جدا يبقى حالا هنوصل ده هنحطه كده في الفريزر ونبدأ نقيس بعد ما البرودة تسيطر على الحساس اذا قاس معايا او اداني القراءة او اداني القفلة اللي موجودة دي يبقى كده هو شغال وسليم بنسبة 100% اذا ما قاسش معايا اذا الحساس هيبقى تالف دي فكرة مهمة جدا وحركة مهمة لازم تأكد عليها علشان تبقى عارف نفسك بتعمل ايه هنبدأ نثبت بقى الحساس كده في التلج اللي موجود معنا في الفريزر ده ونسيبه بقى كده عشر دقايق ونبدأ نختبر ونقفل عليه الفريزر ونبقى نختبر نشوفه هيعمل ايه بعد ما خرجنا الحساس من الفريزر وبدأنا نقيس عليه باسم الله الرحمن الرحيم كده الجهاز شغال بنسبة 100% زي ما حضراتكم شايفين اهو ليه لان انا عرضته للبرودة وبالفعل افل معايا الدايرة اذا الجهاز ده شغال بنسبة 100% تاب لو ما اشتغلش معايا ولا اداني الصفارة او الافلة اللي حصلت يبقى دي التالف يتم تغييره فورا يا رب اكوني قدرت اقدم لك معلومة وان كانت بسيطة يارد تعمل لايك وتشاير الفيديو عندك وتنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة